السلام عليكم معكم دري أحماتيك بعد أن رأينا في الحلقة السابقة كيف قمنا بتصميم شعار أو لوجو الخاص بالمشروع الخاص بنا باستخدام برنامج كانفا اليوم سوف نرى الموقع الثاني من هذه السلسلة وهو موقع أو فطوبيا هذا الموقع سوف نرى كيف تقوم بالتصميم به وفي الحلقات القادمة سوف نرى الفوتوشوب وبيكسلا بلوس من خلال الهاتف إذن سوف نقوم بتصميم هذا الشعار الذي قمنا بعمله على ورقة في الحلقات السابقة شاهد هذه الحلقة لترى كيف قمنا بتصميمه إذن سوف نقوم بعمل مثل هذا الشكل بالتقريب أو بالضبط مثله أول شيء نقوم بالتوجه إلى برنامج فوطوبيا أو موقع فوطوبيا لأنه فوتوشوب أونلاين نقوم بالضغط هنا على نيو بروجيت لإنشاء مشروع جديد أو إذا كان لديك مشروع على الحاسوب الخاص بك أو الهاتف الخاص بك تقوم بفتحه من هنا أو إذا كنت تريد اختيار مشروع سابقا من خلال الموقع تقوم بالضغط هنا سوف تجد الكثير من القوالب يمكنك اختيار من بينها كما ترى هذه القوالب موجودة على الموقع تلقائيا لكن نحن سوف نقوم بإنشاء مشروع من الصفر إذا نقوم بالضغط هنا على نيو بروجيت بهذا الشكل ونقوم بكتابة الأبعاد الخاصة بنا بهذا الشكل 500 500 إذا أردت صناعة صورة أخرى مثلا لمواقع التواصل الاجتماعي هنا صفحة الفيسبوك أو يعني الخاصة بالفيسبوك وهنا الانستجرام وهنا اليوتيوب وأيضا هنا تويتر لكن نحن سوف نقوم بصناعة صورة عامة 500 أعلى 500 يمكنك أيضا هنا كما ترى هنا بعض الأشياء أو بعض التفاصيل الأخرى لكن لن نتطرق إليها اليوم إذن بعد كتابة الأبعاد المرادة نقوم بالضغط هنا على كريت بهذا الشكل سوف تأتي بالخلفية بيضاء إذن أول شيء نتوجه مباشرة إلى تيكست بهذا الشكل ونقوم بالضغط في أي مكان ونقوم بكتابة الحرف الذي نريد لو نعود إلى هنا قمنا باستخراج بي و إكس و تي نعود إلى هنا نقوم بكتابة حرف الب بهكذا بشكل كبير نقوم بالضغط في هذا المكان سوف نقوم بتركها بهكذا باللون الأسود كما ترون باللون البرتقالي نتركه باللون الأسود هكذا وأيضا نقوم بالضغط هنا ونقوم بتحديد هذا الخيار حتى نقوم بتكبير هذا الحرف أنظر ونقوم بسحبه بهذا الشكل نقوم بتكبيره إلى هنا ونضعه في هذا المكان وبعدها نقوم بتكرير فقط هذا الحرف ونقوم بكتابة الحرف الأخرى انظر نتوجه إلى هنا ونقوم بالضغط عليها باليسار ونقوم بالضغط هنا على duplicate layer يعني مضاعفة الطبق نقوم بجلب هذا الحرف هنا وأيضا الحرف الأخير هكذا وهو حرف الت هكذا نقوم بوضعه هنا نقوم بكتابة هنا حرف الت وهنا المعزيرة هذا في الوسط حرف الاكس حرف اكس هكذا إذن إلى هنا المعزيرة قمت بإدارتها قليلا هذا حرف الت وهذا حرف الاكس وهذا حرف البي هكذا هذا حرف البي إذن بعد كتابت هذه الحرف لدينا هذا الحرف اللون البرتقالي باللون البرتقالي بهذا الشكل ولدينا هذا الحرف باللون الأحمر هكذا ولدينا هذا الحرف باللون الأزرق السماء بعدها نقوم بتحويل هذه الطبقات إلى صور حتى نستطيع التعديل عليها نعود إلى هذه الصورة لدينا حرف X مجبوط وأيضا حرف T مربوط مع X إذن نقوم بتحويل حرف T إلى صورة فقط نقوم بالضغط عليه باليسار ونقوم باليمين ونقوم بالضغط هنا سوف يصبح صورة أيضا نقوم بنفس الشيء مع هذه الحروف الأخرى وبعدها نقوم بحرف T نقوم باقتصاص هذا الجزء إذن نقوم بالتوجه إلى هنا بعدها نقوم بتحديده بهذا الشكل وكما نرى هنا الصورة أو الضغط على T يجب أن تحدد طبقة T وبعدها نقوم بالضغط بهذا المكان وتقوم بالضغط هنا على لير فيا كوبي هكذا ونقوم بحزف هذا الجزء بهذا الشكل إذن بقي معنا هذا الجزء تقوم بالضغط هنا هكذا وتقوم بتدويره بهذا الشكل حتى نقوم بوضعه هنا أنظر بهذا الشكل هنا حرف T إذن هذا حرف T يعني أنت اختر التصميم المناسب لك أنا أقوم بالتصميم يعني شيء يتعلق بي شخصيا إذن هكذا ربما هكذا قليلا نعم بعدها نأتي إلى حرف X حرف X كما ترون تم تمديده إلى هنا نعود إلى هنا قمنا بالضغط على X نقوم بالضغط في أي مكان أنظر هنا هكذا تقوم بالضغط في هذا الجنب سوف تظهر معك هذه الخانة هنا تقوم بالضغط عليها بعدها تقوم بالسحب أنظر هكذا أنظر هكذا تسحب إلى هنا أو تقوم بإضافة شبكات أخرى من هنا أنظر تقوم بإضافة شبكة أخرى هنا هكذا وأيضا الشبكة أخرى هنا حتى تستطيع التحكم بحرية أكبر انظر رأيت سوف تستطيع التحكم بحرية أكبر هذا حرف X قمنا بتشويه كثيرا لكن لا مشكلة سوف نعيد من جديد نقوم بالضغط على إلغاء من هنا نقوم بالضغط في أي جانب هكذا نقوم بالضغط هنا ونضيف شبكة أخرى سوف أقوم بالسحب مباشرة هكذا جيد نقوم بالضغط هنا وأضيف شبكة أخرى أحرك هكذا وأضيف هكذا يعني سوف نرى شكل هكذا انظر هكذا وحرف X أيضا أيضا بالنسبة إلى هذه الجهة هذه الجهة أيضا نقوم بإضافة شبكة أخرى هنا ربما لن أضيف شيء هكذا نقوم بالتحريكها هكذا هكذا يجب علينا إضافة خلف البي خلف البي نقوم بالضغط هنا إذن تقريبا هكذا تقريبا يعني تقريبا يكون هذا الشعار سوف نقوم بالتعديل عليه فيما بعد إذن سوف نقوم بوضع هذا الجزء انظر المعزرة هذا الجزء انظر مع الـ لكن خلف البي إذن نقوم بوضع هذا الجزء فقط نعود إلى هنا نقوم بتحديده بهذا الشكل هذا الجزء خلف البي خلف البي هكذا نقوم بالضغط على كوبي 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 هكذا جيد إذن خلف البي لا هذا الجزء أمام البي وهذا الجزء خلف البي انظر هكذا سوف نقوم بعكس الأمور نقوم برفع هذا هذا الجزء نقوم بحزفه لا نحتاجه ونقوم بهذا الجزء هنا النقوم باتقديمه أمام حرف البي نقوم بالضغط هنا ونقوم بالضغط على كوب بيه هكذا ونقوم بجلبه فوق البيه نعم بهذا الشكل هذا الشيء جميل ونعود إلى الحرف خلف البيه ونقوم بتلوين هذه المنطقة باللون الأحمر إذن نقوم بوضع طبقة جديدة ونقوم باختيار اللون الأحمر بهذا الشكل مثل هكذا نتوجه إلى الفرشات هذه الفرشات على ما أعتقد هذه الفرشات سوف أرى وبعدها أقوم بتلوين هكذا خلف حرف البي الفرشات صغيرة جدا صغيرة جدا سوف أكمل لا مشكلة دعني أرى نعم جيد سوف أقوم بدمج هذين الحرفين مع بعض هذا وهذا نقوم بدمجهما بهذا الشكل نقوم بالضغط هنا على ميرج لير هكذا حتى يتم دمجهما وبعدها نقوم بهذا الخيار نقوم بالضغط عليها بهذا الشكل حتى نقوم بوضع الحدود هكذا أنظر نقوم بوضع حدود أين تكبير هذه الحدود من هنا نعم من هنا نقوم بتكبير نقوم بوضع الحدود أيضا هذا نقوم بوضع الحدود ثم نقوم بوضع حدود عليه بهذا الشكل انظر في الواسطة نرقم برفعه هكذا اذا بهذا الشكل قمنا بعمل بقي هذا الجزء يجب علينا وضعه باللون الاسود هذا الجزء هكذا ونقوم بوضعه بهذا الجزء وسوف نقوم بحزفه في هذه المنطقة سوف نقوم بحزفه بهذا الشكل اوكي نقوم بوضع الطبقة اخرى ونقوم بدمجه معها هكذا اصبح بالطبقة واحدة نتوجه مباشرة الى الممحات اين هي الممحات هذه لا هذه لا اين هي الممحات صراحة غير متعود على نعم ربما هذه صراحة كما قلت لكم غير متعود على هذا الموقع لهذا اواجه بعض الصعوبة قليلا ما حزفه هكذا واقوم بحزفه هكذا سوف نقوم بالرجوع خطة واحدة بـ Ctrl Z ونقوم بتكبير هكذا ونقوم بحزفه القليلة الصغيرة هكذا كما ترون يعني اردنا حزفه فقمنا بالدخول Ctrl Z بهذا الشكل Ctrl Z اذا سوف نقوم بحزف الى هنا فقط هكذا وايضا نقوم بحزف هذه المنطقة هكذا اذا هذا هو الشعار الخاص بـ او الشعار الثاني المتعلق بنفس المدونة او نعم تقريبا نفس الشعار او يشبهه قليلا دعنا نقوم بالتعديل على هذا الجزء ربما يصبح بشكل اجمل او شون ذلك القابل نقوم بالتكبير بهذا الشكل يعني Ctrl Z حتى تقوم بالتكبير نقوم بالضغط اي نعم هنا نقوم بالرجوع الى هنا نقوم بالتحديد بهذا الشكل ونقوم بالضغط في اي مكان هنا سوف تزر معنا هكذا نقوم بالجلب مربع اخر نقوم بالتحديد بهذا الشكل ايضا وهكذا نعم وبعدها نحاول شيء جميل شيء جميل شيء جميل هكذا يعني انا احاول فقط كما ترون نقوم بسحبي هكذا سوف اقوم بوضع ايضا هذا احاول شيء جميل شيء جميل ايضا يجب علي وضعها كذا نعم كما ترون عن مائة الجهة الضائرة يعني الدورة او الانحناء غير دقيق لكن 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 نعم سوف ابقي هكذا هذا الشعار سوف اقوم بالتعديل عليه لاحقا كونترول ناقص اذا بهذا الشكل قمنا بتصميم هذا الشعار سوف نقوم بحفظه على شكل بي اس دي نقوم بالضغط هنا سيف اس بي اس دي بهذا الشكل نقوم بحفظه على الحاسوب حتى نقوم بالتعديل عليه فيما بعد بهذا الشكل ايضا ماذا ايضا ماذا ايضا سوف نقوم بحفظه بشكل سيف مور سيف بي اس دي لا اكسبورت بي اين جي بدون خلفية هنا مع الخلفية اا نعم اين نقوم بي الحفظ بهذا الشكل اذا قمنا بحفظه على شكل بي الي ان جي نقوم بحفظه بدون خلفية نقوم بإلغاء هذه الخلفية من هنا ونقوم بحفظه أيضا export png بدون خلفية ونقوم بالضغط على save نقوم بفتحه حتى نرى إذن كما ترون فهو بدون خلفية فهو بدون خلفية نقوم بإنزال هذه هكذا إذن هكذا قمنا بتصميم الشعار من خلال الموقع الثاني وهو فوتوبية يعني فقط تصميم كبداية نحن لم نتعمق كثيرا لكن حاولت أن أقوم بصناعة هذا التصميم باستخدام هذا البرنامج بالنسبة إلى باقي الحلقات المتعلقة ببرنامج Canva والفوتوشوب وبيكسلا بلوس سوف تجدونها أسفل صندوق الوصف نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم